دي اناي مساء الخير على الرغم من محاذير كورونا رجعت ثورة 17-20 إلى الشارع في لبنان شهدت مختلف المناطق اللبنانية ليلة مبارح الأحد الاثنين حركة قطع طرقات واحتجاجات من المعيشة المطلبة ومن السياسة من أركان الثورة أو من أحزاب الثورة ومن أحزاب وقوة خارج تشكيلات قوة الثورة الحلو أن الثورة رجعت بمواكبة من حكومة الثورة حكومة الشارع والأوادم والإقصائيين مين قالك؟ الهلأ نوجد مجموعة يتوزنوا بمعظمهم أوادم وأخصائيين إجوا بضغط من الناس والشارع هلأ 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 هو جبران بسيل مهن كيف يعني حكومة الشارع لك نشيد الثورة نعمل ضدك شخصيا بس أبو الصوص شو خصها بهاي ما فهمت يقوه يقول شو ما بدي يقول يعني الحكومة بتحسبها على استقلالية خطابة مثلا تعاملنا بواقعية شديدة مع الثقب المالي الأسود في لبنان كان عليهم أن يدرسوا الواقع المالي وينسد الثقب الأسود بواقعية ثمت معضلة تتمثل بغموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان طبعا أنه المصرف المركزي لازم يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقع عليه وبعدم شففية أرقامه إعادة جميع الأموال المحولة إلى الخارج تحت طائلة بطلان عملية التحويل والملحة الجزائية وبيرجع حدا بيقول لك هايدي حكومة جبران بسيل أبدا هايدي جبران بسيل شخصيا من ولك غيره شوي بالعبارات بس شوي حسيتها كأني عم بحضر The Voice Kids بمرحلة المواجهة ثلاثة عم بيغنوا زيت الغنية من الفائز جبران دياب أو حسان بسيلة بعد الفاصل بس لك كما أبو السوس المهم المضمون المضمون خيي بالمضمون الحكومة ومرشد الحكومة عم بيقولوا أنه أرقام حاكم مصرف لبنان غير مقنعة يا أخي أنت مقتنع بالأرقام طبع احتياطي مصر الجنين اللي عطيها رياض سلامي لدولت الرئيس رياض سلامي عنده لكويدتي يعني مصارف بالمصارف الأجنبية يعني شو عنده دولارات عملات أجنبية عملات أجنبية يعني مش يوروبوند مش دهار مش رسمه 22 مليار تقريبا إنقاذ حقيقي إصلاح تغيير تطوير بين وزير الاقتصاد بالحكومة عم بيقول عكس رأي رئيس الحكومة تماما الرئيس بيقول أرقام الحاكم حاكم مصرف لبنان غامضة وزير الاقتصاد يعني الوزير المختص عم بيقول أنه لا مقتنع بالأرقام الغامضة طب خيه كيف كيف منعرف خلي الحاكم يقدم ملف لرئيس الحكومة حول هذه الأرقام رئيس الحكومة بيقول لك الحاكم ما عم بيخب الأرقام وما عم بيقدم لنا إيها وإذ؟ مثلاً عم بيقال كثير أنه مصرف لبنان ما عم بيعطي الأرقام طبعه بعط لك الأرقام عطى ملف هيك لرئيس الجمهورية لا لرئيس الحكومة وهيدا الملف مع كل الأرقام فيهم يوصلوا لهم المستشارين ويستعملوهم للخطة اللي عم بيعملوا لنا إيها تفضل هيدا مش نايم معارض مش صحافي أو معلّة أو ناشط هيدا وزير الاقتصاد يعني الزلمة اللي معنى بهالملف عملياً عم بيقول رئيس الحكومة كذاب والحاكم مش عم يخفي الأرقام وقدم ملف وأعطى كل الأرقام طب مين من صدق؟ رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد السابق؟ ايه السابق لأنه يعني سجلوا كلامي ما عادت نطولة إيام وزير الاقتصاد طب كيف منحدد المسؤوليات؟ المصيبة كبيرة الكارسة كبيرة كيف منحدد المسؤوليات؟ بدي رئيس الحكومة يقل لي كيف منحدد المسؤوليات؟ أو المرشد؟ يا رئيس الحكومة يا المرشد؟ أوكي المرشد؟ من غير المعقول كمان القول أنه المصرف المركزي هو وحده المسؤول لبل المجلس النيابي والحكومة هن كمان مسؤولين أن تركوا بالتمادة بهالأخطاء من دون التصحيح اللازم من جانبهم نعم نعم هذا الكلام المسؤول البرلمان والحكومة مسؤولين وما كان لازم يجدده للحاكم أصلا بآخر ولاية هذا موقف تاريخي أخده تيار رئيس الجمهورية آخر مرة جدد لحاكم مصرف لبنان بأيار 2017 يوم تلفزيون رئيس الجمهورية الأوي قال لماذا التجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتظار وأكثر من اعتبار تأمينا لأفضل استقرار نقدي ومالي في البلاد اتقاءا لعصفة ممكنة من صوب ترامب تلفزيون رئيس الجمهورية شو عم بيقول جددنا للحاكم تأمينا لأفضل استقرار نقدي ومالي بالبلد اليوم شو عم بيقول الحاكم بالغ بالمعطيات عن الاستقرار وما بعرف شو قاله وانتوا ما كنتوا عارفين إذا رئيس الجمهورية ما بيقدر يعرف دقة المعطيات اللي عم تنعطاله واللي على أساسها عم ياخد قرارات كيف ممكن يبقى رئيس الجمهورية كيف ممكن يحكم كيف ممكن يدير البلد لأ بوقتك انتوا بتعرفوا بتعرفوا كتير منيح وهناك عشرات المقالات اللي نشرت بلبنان بتحكي كيف انه مصرف حبوب محسوب على رئيس الجمهورية تأمنت له هندسة مالية درت عليه أرباح طائلة ومن بعدها جدد للحاكم وحتى هذه اللحظة ما في تحقيق بهذا الموضوع يقلنا إذا صحيح أو مش صحيح عشرات المقالات هلأ صار الحاكم مش منيح طيب صار اللي صار ووصل لبنان إلى ما وصل إليه كيف بتم تحديد المسؤوليات ولمين بدي رئيس الحكومي يقلي كيف منحدد المسؤوليات أو المرشد يا الرئيس يا المرشد أوكي المرشد الدولة بقضية تحمل الخسائر هي المسؤولة أولا وأخيرا على الوضع يلي وصلنا عليه وما بيحق إلا اتهام للمصارف ولا المصارف المركزي تتهم وتنقى بنفسها وكأنه ما إلى دخل فهي اللي سمحت بهالسياسات الفيسدي ولكن الدولة مسؤولة برجالاتها بسياساتها وبالأشخاص يلي استمروا من المسؤوليات فيها فأساس الدولة أو حصتها من الإخسارة لازم تكون برجالاتها تحميل المسؤولية لرجالات الدولة اللي أنت قاعد معهم بالحكم من 2009 مقررا في الكبيرة وفي الصغيرة مسقطا حكومات ومشكلا حكومات موزرا ومستوزرا من 2009 لك إلا إذا أنت منك من الرجالات هذا غير موضوع إلى اللقاء اشتركوا في القناة